موسيقى بعض الرسائل تحمل في طياتها قراءات مختلفة لكن هناك رسائل حتمية المعنى وحاسمة المغزى فعندما تقصف الطائرات الروسية أشد حلفاء تركيا قربا فالغاية ليست الحليف وإنما الحامي فيلق الشام المتنقل بين مراحل الثورة السورية من أعلى انتصاراتها إلى أقصى خسائرها بقي وحافظ على نفسه نمى وتوسع وتقلص وضاقت رقه لكنه استمر يلعب بحرفية بين الخطوط الحمر ينأى بنفسه عن الخلافات ولا يدخل بها إلا كفاصل بين المشتبكين أمين على خطوات الحليف ويضع أعينه خدمة له تختلط الانتماءات بداخله وكذلك الولاءات لكن الخط العام واحد تقريبا لا شاذين عنه ولا تابعين عميان فيلق الشام قصة من قصص الفصائل السورية ستكون على طاولتنا في مؤشر الحدث فهلا بكم إذن قصفت طائرات روسية بشكل مركز واحدا من أكبر معسكرات فيلق الشام في شمال غربي سوريا موقعة العشرات من القتلى والجرحة في ضربة هي الأقوى للفصيل الذي يملك علاقات قوية مع تركيا التي تعده واحدا من أبرز حلفائها على الأرض السورية قصف فيلق الشام يشكل إشارة لا تخطئ عن سوء المرحلة التي تصل إليها العلاقات التركية الروسية وهو يشكل في الوقت ذاته رسالة لفترة قاسية قادمة لا مكان فيها لطاولات التفاوض فالتفاصيل في الميدان لم تكن الأولى لكنها قد تكون الأقصى على فصيل عرفت مسيرته شكلا وبقيت تفاصيلها طي الكتمان أو بحكم المجهول الخاضع لتكهنات وتحليلات أكثر مما هي مبنية على معلومات فالأمور مضبوطة عبر سياج تنظيمي يمنع أي شيء من الخروج عن الفصيل فيلق الشام واحد من آخر وأكبر الفصائل السورية المتبقية في مناطق المعارضة والمتمتع بليونة تتيح له التحرك بين الأضاد تارة وكضابط للإيقاع تارة أخرى وما بينهما يمارس دور الذراع القادرة على تنفيذ المطلوب من الداعم الأساسي والمركزي تركيا تضرب الطائرات الروسية أكبر معسكرات فيلق الشام وتتسبب بقتل وجرح العشرات من العناصر في مشهد أكثر قسوة مما كان عليه قبل ثلاثة أعوام في تل مرديخ عندما صبت موسكو جام غضبها على الفيلق بعد أن يأست من المحاولات البرية وقد تكون أرادت القول لأنقرة سنضرب ما يؤلمك يلملم الفيلق جراحاته الجديدة ويقصف بعنف مواقع الأسد لتعاد وتفتح قصة فيلق الشام منذ آذار 2014 عندما بدأ التشكيل الوليد ضعيفا من الشمال السوري سرعان ما تمدد وتوسع وابتلع ألوية وتشكيلات كان جزءا منها يتبع للإخوان المسلمين فنسب الفيلق إلى الإخوان دون أن ينفي ذلك أو يؤكده عايش الفيلق جميع الأهوال فخرجت عناصره من المناطق تباعا وقويت شوكته بالشمال أسس ونظم وقاتل ومن ثم عرف أين تكمن القوة فمال ناحيتها وطوع نفسه لها فكان رفيق الأرتال التركية الداخلة إلى سوريا وحامي نقاطها وقبلها اللاعب على حفل الخلافات والصراعات الفصائلية فلازم الحيادة وناشد للتهدئة وكان في مقدمة قوات الفصل التي باتت لقبا للفيلق أكثر من غيره تحولات الفيلق وانتماءاته ومساراته تحتاج إلى فيض واسع من الاستعراض والنقاش وكذلك هو مساحة الرحبة للاختلاف والضحض والتأكيد لكن استهدافه المركز والعنيف من قبل روسيا كلما ضاقت ذرعا بأنقرة هو شيء مؤكد يضع الفيلق ومن خلفه تركيا أمام استحقاق حقيقي فهل ينجو الفيلق بقوة تركيا أم يكون استهداف السادس والعشرين من تشرين الأول بداية النهاية لآخر الأذرع وأقوى فصائل المعتدلين في أعين الجميع للحديث أكثر حول هذا الموضوع ورحب بضيوفي في أستوديو الكاتب والباحث سعد الخطيب ومعي أيضا الكاتب والصحفية الزميل عبدالله الموسى ومعنا عبر سكايب من كندا حسان الهاشمي الباحث في الشؤون الإسلامية ورحب بكم جميعا وأبدأ معك أستاذ سعد الخطيب نبدأ من مشروع فيلق الشام لماذا أسس بالطريقة التي أسس بها بالتشكيلات التي ضمها ما الهدف الذي كان فيلق الشام نعم بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك ولمشاهدين الكرام في الحقيقة في بداية الثورة مع تحرير بعض المناطق السورية هذا الفراغ الذي رحل منه النظام كان لابد من إنشاء هيئة سميت في حينها هيئة حماية المدنيين لفرض الأمن في المناطق المحررة ولتقديم كثير من الخدمات كثير من الخدمات الطبية الإنسانية الأمنية أيضا هذا كانت بداية إنشاء الفيلق لتأمين كثير من الخدمات للمدنيين الموجودين في هذه المناطق من الذي أسس الهيئة؟ نعم من الذي أسس الهيئة؟ كيف أسست؟ هي تجمعات مدنية اسمها مدنيين لا يوجد شخصية كانت بارزة في تلك الفترة وإنما هناك مجاميع مدنية من أهالي المنطقة المناطق المحررة بدأوا بإنشاء هذه التجمعات وكانت هدفهم الأول هو حماية المدنيين من كثير من الأمور يعني هيئوا لهم كثير من الخدمات منها المدنية والأمنية أيضا والإغاثية والطبية والصحية وتعاملوا مع فصائل أو كتائب كانت قد بدأت محلياً تظهر في المناطق التي خرجت على سيطرة بالتأكيد التنسيق كان ضرورة للمرحلة الأولى التي أنشئ فيها هذه الهيئة يعني تنسيق من أي نوع اشتغلت به الهيئة؟ التنسيق الأمني والتنسيق المدني هذه المناطق بدأت أصبحت فارغة من النظام وبالتالي لا بد من هيئة تضبط الأمن تقوم بما يلزم المدنيين في هذه المناطق الدور التي لعبته الهيئة بالنسبة للكتائب هل كان هناك تمويل متعلق بالسلاح في تلك الفترة؟ يعني حتى قبل تشكيل الدروع نحن هنا نتحدث نعم يعني لا بد أن هناك بالتأكيد يعني هناك كان حراك مدني عام لا نستطيع أن نقول هناك دعم من من هذا الدعم؟ هم هيئة مدنية تشكلت لحماية المدنيين لكنها مدعومة لا شك يعني سأتحدث عن موضوع الدعم لاحقا نعم استجمعوا كل ما لديهم من قدرات هم نفسهم الذين حرروا هذه المناطق طيب لاحقا ما التطورات التي شهدتها الهيئة؟ الهيئة كونت مجاميع منها أمنية ومنها عسكرية للدفاع عن هذه المناطق والحفاظ على استمرارية تحرير هذه المناطق ما بعد التحرير لكي تستمر هذه المناطق وتحمي المدنيين من أيضا بطش النظام وإعادة رجوع النظام إلى هذه المناطق لذلك أنا أعتبره هو حراك شعبي عام كان ومدعومي كله يعني هذا نتحدث هنا نحن عن نواة الفيلق نعم المشروع كيف وصل إلى أن يكون الفيلق؟ هذه المجاميع المدنية التي كانت أقرب للشعبية منها للمنظمة بعد أن تنظمت وأعدت ما لديها من إمكانيات وجمعت كل ما لديها من إمكانيات تشكل الفيلق للدفاع أيضا عن هذه المناطق وعن المدنيين بسرعة وضم أيضا عسكريين منشقين يعني ربما هو الفصيل الذي يحتوي أكبر نسبة من العسكريين نعم العسكريين المنشقين ليسوا جزء خاص يعني أو بعيد عن هؤلاء أو عن هؤلاء المدنيين هذه المناطق كل الذين انشقوا من النظام انضموا لهذه الهيئة وإلى الفيلق لتشكيل قوة عسكرية للدفاع عن هذه المناطق التي تحررت طيب أستاذ حسن هاشم ما هي العلاقة التي ربطت الهيئة بالإخوان المسلمين تداء تصحيح اسمي حسان الهاشم نعم عذرني عذرني أخطأت فيها لسنتفضل نعم الحقيقة الهيئة هي في البداية كانت كما ذكر الأخ سعد هي كانت تجمع من المدنيين للدفاع عن الأراضي والاعتداءات التي كانت من قبل النظام هذا الأمر بطبيعة الحال كان يعني اجتمع له عدد كبير من الناس منهم من كان هو من الإخوان ومنهم من هو من غير الإخوان فالعلاقة هي حقيقة بهذا الشكل يعني هناك بطبيعة الحال لأن الإخوان لم يكن لهم عمل عسكري بهذا بصورة رسمية أو نظامية وإنما كان فيه هناك مشاركة من خلال المجموعات المختلفة بطبيعة الحال كناس موجودين في الأماكن المتعددة في داخل سوريا يعني إذا اعتبرنا أن هيثم رحمة هو كان صاحب مشروع هيئة حماية المدنيين كيف يمكن فهم العلاقة بينه وبين الجماعة في تلك الفترة هيثم رحمة ليس هو صاحب مشروع حماية المدنيين هو أحد أحد المسؤولين من ذلك نعم لكن يعني علاقته علاقة قديمة ليست علاقة تنظيمية قائمة بشكل متجدد في تلك الفترة أو في هذه الفترة نعم فهو بهذه الصورة يعني هل مولت هيئة حماية المدنيين مباشرة من قبل الجماعة؟ لا لم يحصل هناك أي تمويل من قبل الجماعة لحماية المدنيين لا طيب لا يوجد هناك علاقة لا تمويلية ولا تنظيمية بين الجماعة وبين هل طلب من الجماعة في مرحلة معينة من تشكيل الفيلق أن يطلعوهم بهذا الدور؟ كيف ما فهمت السؤال؟ مرة أخرى أفوا هل طلب من الجماعة في مرحلة معينة من تشكيل الفيلق أن يقوموهم بتمويله بشكل رسمي وأن يكون تابعا لهم كجناح مسلح؟ أيضا هذا لم يحصل لأنه كما ذكرت الجماعة كان لديها توجه واضح بأنها لا تدخل في العمل العسكري بشكل مباشر وأن تبقى في إطار الدعم العام لما هو موجود من حراك الناس مدنيا وعسكريا وغير ذلك طيب يعني كثير من الباحثين الغربيين كانوا يجدون بالكتائب التي تعاملت معها هيئة حماية المدنيين أي أن كان نوع هذا التعامل ميولا لجماعة الإخوان المسلمين بشكل أو بآخر يعني حتى بتسميتها يعني عندما نتحدث عن كتائب الطليعة عن كتائب الشيخ مروان حديد على سبيل المثال ألا يعطي هذا ربطا معينا للجماعة مع بداية تأسيس الفيلق بعنواته؟ بالمناسبة المجموعات التي ذكرتها للتو اسمها هذه لم تكن في حماية المدنيين في معالم نعم وإنما هي مجموعات موجودة لكن الحقيقة هذا أيضا من المؤشرات ولم تتعامل معها الهيئة في أي مرحلة؟ بالضبط فهذه مجموعات موجودة وقضية التسمية يعني هذا من الآثار الطبيعية لنتاج الأربعين سنة من الاضطهاد وإخراج الإخوان من داخل سوريا وما تعرضوا له فبقي في نفوس الناس في داخل سوريا هذا الارتباط الذي يتفاوت في شكله وفي مضمونه بين الناس وبين الجماعة وترجم إلى أشكال متعددة من أشكال الارتباط ولم تعمل الجماعة على إحياء هذه الارتباطات يعني آرون لوند الباحث الغربي آرون لوند في مايو عام 2013 نشر ورقة في مركز كارنجي تحدث فيها عن أن الإخوان قاموا في تلك الفترة بتعبئة الأسر السابقة وبشراء ولا قادة محليين واستغلال القوة وارتباطاتهم في الخارج بشكل أو بآخر يعني هذه الميزات التي كان يمتلكها الإخوان في تلك الفترة لم يعملوا بالفعل بحسب قولك على استغلالها لا في الداخل ولا في الخارج من أجل التسليح أو من أجل أي جناح عسكري يعني الذي قامت به الجماعة في تلك الفترة هو كان كما ذكت التركيز في دعم الحراك القائم على المستوى الميداني داخل سوريا مدنياً وعسكرياً لما صار هناك حالة الدفاع وأيضاً في المجال السياسي نظرة الجماعة وسياستها في التعاطي مع الحدث بشكل عام منذ البداية كان أن تكون ضمن الحراك وليست متحكمة به أو مسيرة له من أجل أن يبقى للحراك الزخم الوطني والترجمة الحقيقية الفعلية لما يشعر به الناس وما يحسون به ولتفوية الفرصة حقيقة على كل من يمكن أن يريد أن يقول أن هذا ترجي يعني هذا متحكم به أو أنه مستغل أو أنه كذا يعني يعني كنت أصر على هذه النقطة لأن الإخوان أنفسهم في تصريحاتهم كان هناك تضارب يعني في فترة معينة ملهم الدروبي على سبيل المثال كان قد صرح للشرق الأوسط بأن مشروع الدروع هو مشروع تابع للجماعة ومن ثم قامت الجماعة بنفي ذلك يعني هذا التضارب قد يعطي مؤشرات معينة لجمهور المتابع للأمر معك حق يعني ربما تكون فيه هناك بعض الأحيان بعض القضايا التي تعطي خاصة في قضية زي موضوع سوريا وتعقدات المشهد فيها أن نتعطي بعض الإشارات المتضاربة في بعض الأحيان لكن حقيقة الأمر هو ما كان موجود إن كان بنسبة لقرارات المؤسسات النظامية الرسمية للجماعة ولحال فعلها وأدائها على الواقع طيب عبد الله يعني الفيلق بتشكيله الذي استمر حتى الآن الذي نراه حتى الآن كيف استطاع الحفاظ على تمويل مستقر كل هذه الفترة إذا لم يكن مرتبطا بجماعة معينة وربما يعني إديولوجيا سنتحدث عنه أكثر بعد قليل يعني هذا السؤال الإجابة عنه تحتاج العودة تاريخيا إلى أواخر 2012 والعودة إلى السؤال التي طرحتها على الضيفين الكريمين ليس هناك تأكيد قطعي وليس هناك تصريح رسمي من جماعة الإخوان المسلمين في سوريا حول تبعية ثلاثة أجسام أو مظلات عسكرية بشكل مباشر لها لكن بالأخير هناك يعني عرف ثوري هناك روايات متداولة ما زالت حتى الآن تحتاج تأكيد قطعي لا يتم إلا لحين صدور بيانات توضيحية من جماعة الإخوان المسلمين أو من فيلق الشام باعتبار أنه آخر التشكيلات الموسومة بالتبعية للإخوان المسلمين وبالتالي لتفكيك طبيعة العلاقة المعقدة ما بين هذه المضلات الثلاثة التي ستحدث عنها بعد قليل وجمعت الإخوان المسلمين وبالتالي جاب على سؤالك حول الاستمرار يعني عوامل الاستمرار متعلقة بالدعم ومتعلقة بالحنكة السياسية الموجودة لذا طبقة هي قائدة فعلية لفيلق الشام فبالتالي في أواخر 2012 أي في شهر 2012 من عام 2012 تم تشكيل هيئة حماية المدنيين وظهرت لها رموز هو الرمز المعتمد أو اللوغو المعتمد لهذه المضلة العسكرية في تنظيم مظاهرات داخل مدينة حمص وفي أرياف حمص التي كانت تحت سيطرة الكتاب المحلية لاحقا ظهر هناك بيانات لمتحدث رسمي ملازم أول استشهد طبعا في فترة لاحقة في معارك مع النظام كان يلقي بيانات ليحض الكتاب المحلية على الصمود في حمص وأن هناك معارك قادمة لفتح الطريق وما إلى هناك لاحقا توضحت الصورة أكثر وتبين بعض الأشخاص الفاعلين وتبين طبيعة التدخل في العلاقات ما بين هيئة حماية المدنيين وجماعة الأخوان المسلمين مفاتيح تفكيك هذه العلاقة هي أشخاص تحدثت عنهم منذ قليل نور كان هناك في العرف الثوري أن جماعة الأخوان المسلمين تدعم بشكل غير مباشر يعني دون تأسيس كيان عسكري بأركان مستقلة وواضحة وإنما الاعتماد على كتائب وألوية وفصائل من التنظيمات أو الفصائل العسكرية الثورية الموجودة أساسا فبالتالي كان هناك هيئة الدروع وهو تيار منفصل عن هيئة حماية المدنيين وكان هناك بدرجة أقل أو بتركيز أقل من قبل الجماعة على ما كان يسمى اللجنة أو الهيئة المركزية لدعم الحراك الثوري في حلب والتي قدمت تمويلا ماديا بالمال والسلاح وصل في قسم كبير منه لقائد معركة حلب عبدالقادر الصالح فمن بقي من هذه التشكيلات الثلاث بعد أن تبين أن معظم معظم كتائب هيئة الدروع التي انتشرت في أكثر من عشرة محافظات في فترة منتصب 2012 أنها غير مرغوبة اجتماعيا أو كان فيها حالي من الفساد هذه الحالة تحديدا هيئة الدروع الثورة تسببت بتباطئ حراك الجماعة الأخوة المسلمين أو الشخصيات التي يقال أنها منتمية للجماعة فعلى هذا الأساس بقي فقط هيئة حماية المدنيين عندما حصرت حمص بشكل كامل وتم أخلاء أول مجموعة تركزت جهود هيئة حماية المدنيين في ريف حلب الغربي ومنطقة إدلب بدرجة أقل وتم التخطيط بهدف وحيد لا ثاني له وهو فتح الطريق إلى حمص ودعمت بشكل كبير جدا ولا في تلك الفترة هيئة حماية المدنيين ستة عشر فصيلا انضموا إليها دون دمجهم بشكل مطلق وأطلقوا معركة قادمون الشهيرة التي فشلت في منطقة ريف حماس شرقي وسبقها معركة أيضا دعمة نهاية حماية المدنيين معركة الجسد واحد أيضا في منطقة حماس فعلى هذا الأساس بدأت تظهر ملامح هيئة حماية المدنيين ومن هم هيئة حماية المدنيين بحديثي مع قادة فصائل كانوا منضوين تحت هيئة حماية المدنيين قالوا أن هيثم رحمي في الخارج كان هو منسق هيئة حماية المدنيين أو تبين لهم في لحظة من اللحظات أنه قاد هيئة حماية المدنيين يعني اتحدثنا عن هذه النقاط عبدالله حتى نستطيع تجاوزها أريد الوصول إلى وضع الفيلق لاحقا كيف استطاع الاستمرار ماديا وأريد هذه النقطة بعجالة كي يتجاوزها تماما يعني تبين كما تحدث إلي قادة فصائل أن الشخص صاحب الفكرة والمشروع وصاحب القرار رقم واحد هو تاجر حمصي يدعى صلاح الحاكمي دون معرفة حقيقة اسمه إن كان حقيقي أو اسم حركي ثوري أبو عبد الحاكمي أو صلاح الحاكمي تاجر حمصي يعرف عنه أنه كان تاجر أحجار كريمة أو مرمر في منطقة الخريج ونقل استثمارات إلى تركيا له ارتباطات بجماعة الإخوان المسلمين في سوريا دون تأكيد قطع حول أي معلومة وفقط هذا ما يعرف عنه يمكن الحديث أنها أنباء أو إشاعات الحاكمي كان قد هو من مولى الأمر حتى تشكل الفينات وهو من استمر بفيلة الشام ويقال حتى هذه اللحظة واستعان بهيثم رحمي كمنسق لعمليات الدعم في الخارج ومنذر سراس للتواصل مع الفصائل وانتقائها يعني هو كان حلقة الوصل للدعم الأقليمي أو الدولي تماما ويقال أن الدعم كان عبارة عن كاش أموال بحزم مالية شهرية ثابتة لفصائل كل فصيل حسب وضعه وأعداده وكان هناك دعم في السلاح دعم في السلاح يشترى من باقي التنظيمات التي بدأت تنشط في نهاية 2013 وحصلت على سلاح ثقيد أبرز محطات الفيلة منذ تأسيس حتى الآن مشاهدة في هذه المادة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أستاذ فعد عود إليت متى بدأ التقارب بين الفيلق وتركيا؟ هذه واحدة من أهم مراحل الفيلق لسما في السنوات الأخيرة التقارب بالأساس موجود الأهداف واحدة هناك توافق ما بين الرؤية التركية للثورة السورية وما بين نشاط الفيلق بنفس الوقت لذلك هناك توافق على ما يخدم الشعب السوري على ما يخدم الثورة السورية على ما يحمي المدنيين من بطش بشار الأسد وميليشياته والميليشيات الإيرانية والنشاط العسكري الذي كان يقود النظام وروسيا أيضا كل هذه الأمور التي كان يقوم بها الفيلق هناك توافق تركي لذلك أنا أعتقد أنه منذ نشأة الفيلق هناك توافق فيما يخدم الشعب السوري ما بين الفيلق وتركيا لماذا اختارت تركيا هذا الفصيل؟ ما الذي تريده من؟ هل هناك مشروع معين مطلوب من الفيلق أن يكونوا في المستقبل؟ أنا لا أعتقد ذلك من خلال مراقبتي للوضع هناك تركيا تتوافق مع كثير من الفصائل الثورية لم تختلف مع فصيل بشكل مباشر لم تحارب فصيل بشكل مباشر وبالتالي ما هو متوافق مع الثورة السورية متوافق يخدم الثورة السورية بدرجة الأولى وهناك مصالح تركية تتوافق مع هذا الفصيل في محاربة الإرهابيين مثلا داعش في محاربة البي كي كي ومعادات كل ما يضر بالشعب السوري والثورة السورية وبالتالي يضر الأمن القومي التركي لذلك أنا لا أستطيع أن أقول هذا الفصيل اسمه فصيل متضامن أو متحالف فقط هذه عمله أن يتحالق مع تركيا يتعلق بالنشاط الأبرز للفيلق يعني بمشاركة الفيلق في معارك معينة دونا عن معارك أخرى على سبيل المثال يعني هناك درع الفرات مثلا اللي هو حارب داعش التي حاول جهات إقليمية معينة زرعه في مناطق معينة الفيلق هو كان أول القائمين والمتصدين لهذا الفكر ولهذه الميليشيات وأيضا الفصائل الكردية الإرهابية المتشددة التي هي ضد الثورة السورية أيضا وحاربت السوريين في عدة مناطق وهذا يتوافق مع المصلحة التركية يعني أنا أريد أن أقول بأن الفيلق اشترك مع الأتراك في معارك تخدم الثورة السورية والشعب السوري وتخدم الأمن القومي التركي أيضا لذلك لا أستطيع كما يسمونه في الإعلام الآن أن هناك فصيلا تركيا لكنه تراجع في معارك أخرى لنتحدث على سبيل المثال عن معارك شرق السكة تراجع في مراحل أخرى عندما حاولت هيئة تحرير الشام تصفية أكثر من عشرين فصيل لم يكن للفيلق دور بخلاف ما أطلق عليه بعض المحللون بأنه يقوم بدور قوات الفصل بالتأكيد يعني هناك البندقية فيلق الشام لم تتجه باتجاه فصيل ثوري سوري لم يخوضوا معارك جانبية لم يضيعوا الجهد والمال والقوة ودماؤهم وفروا كل هذا لأجل محاربة النظام ولأجل النهوض بالثورة السورية وإنجاح الثورة السورية ولم يقف ضد تصفية الفصائل أخرى أيضا نعم لم يحارب أي فصيل آخر ما عدا داعش وبعض الفصائل سأعود إليك في هذه النقطة سيد هاشمي إذا كان الفصيل ليس تابع لجماعة الإخوان المسلمين كما تحدثنا منذ قليل كيف تصف البناء الإديولوجي له على ماذا يقوم يعني هناك من يصفه بأنه عبارة عن خليط من توجهات متعددة كيف لهذا الخليط أن تجمع بهذه الطريقة يعني أنا أعتقد التركيبة الإديولوجية لفيلق الشام هي أقرب لاتجاه المحافظ الاتجاه المعروف في سوريا يعني بأغلبيتها ويعني كما ذكرت قد يكون فيه هناك داخل الفيلق ناس من الجماعة ومحسوبين عليها هذا موجود أيضا وبالتالي هو تجمع واسع من الناس من الأغلبية السنية لسوريا في داخل هذا الفيلق أنا أعتقد يعني هو معني بالدرجة الأولى بالدفاع عن الأرض وهو يعني تحول خلال الفترة شرفت الآن أنه تصير عشر سنوات يعني لنقل بعد سنة من البدء يعني تسع سنوات تقريبا هو تحول خلال الفترة السابقة من طور إلى طور يعني حتى في الجانب اللي كنت تسألين عنه قبل قليل المالي أو التنسيق نحن يجب أن لا ننسى أن الفيلق كان موجود باستمرار في الغرف المختلفة التي كانت تسلح وكانت تمول وكانت تدعم العمل اللي موجود داخل سوريا الموم والموك وغيرها فهذه كانت في وقت الأوقات فيها كل الدول يعني كان فيها تركيا وفيها السعودية يعني إذن هو ليس ذو شكل أو اتجاه واحد هو كان موجود يتعافى مع المشهد بتغيراته التي حصلت خلال التسع سنوات الماضية يعني كما كانت تحصل فهو ليس شيئا واحدا ومن الخطأ طب ما سر اعتماد ما سر اعتماد الراية أستاذ حسان ما سر اعتماد الراية يعني الفيلق بدأ بالتشكيلات الأقدام بعلم الثورة ومن ثم اعتمد الراية البيضاء بعكس فصائل أخرى يعني كانت قد بدأت برايات ومن ثم عادت إلى علام الثورة لا الفيلق الآن هو جزء من الجيش الوطني يعني هو الآن حتى الحادثة التي استهدفت المعسكر استهدفت معسكر الجيش الوطني كان يهيئ لتخريج ما زال لكن يعني ما زال يحتفظ بالشعار يعني عندما نتحدث عن الفيلق بشكل منفصل يعني أنا أعتقد هي هذه الحالة النقابية إذا صح التعبير أن المجموعة يكون لها ربما شكل أو راية أو كذا هذا كان موجود حتى لو هي يعني ليس لذلك خلفية إيديولوجية بتقديرك؟ يعني بتقديري نعم هو في النهاية الخلفية الإيديولوجية الحقيقية هي أنه جزء من الجيش الوطني مثل ومثل المجموعات الأخرى التي تبحث عن مكان لتكون في صف واحد لعمل منظم وعمل من شأنه أن يكون له تأثير في المعادلة الكبيرة في سوريا عبدالله ذكرت منذ قليل فكرة مهمة وهي اشتباك العمل السياسي والعسكري في الفيلق بتريقة متميزة عن فصائل أخرى هل هذا ساعد الفيلق؟ أعطاه دفعا للأمام أم شده للوراء؟ كيف تقيم هذه المرحلة أيضا المهمة لسيمة التي أوصلت الفيلق إلى أن يكون مثلا في أستنى؟ صحيح كان طبيعة تشكيل فصائل العسكرية من كتاب محلية مناطقية توسعت في أرياف محددة ووصل بعضها إلى التوسع على مستوى المحافظة أو محافظات مجاورة حتى وكان ذلك ذروته في فترة 2015 محلت بعد ذلك لكن الفيلق كان حالي فريدي متميزة ظهرت بالعكس وكانت عبارة عن مشروع بني في الخارج وخطط له في الخارج وتم البدء بتنفيذه استعانة بفصائل موجودة أساسا كما ذكرت منذ قليل وتطور الحالة العسكرية أو المسميات من هيئة حماية المدنيين إلى فيلق الشام فيلق الشام الذي اعتمد الرأي البيضاء مع عبارة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله كانت في فترة دروة سيطرة التنظيمات الأكثر تطرفا في منطقة إدلب والتي كانت جزء كبير في فترة لاحقة ضمن تشكيل غرفة عمليات جيش الفتح الذي حقق حالة واسعة من السيطرة في مدينة إدلب على حساب سيطرة النظام في مراكز مهمة واستراتيجية فكان الفيلق ثالث أكبر فصيل بعد جبهة النصرة وبعدها حركة أحرار الشام الإسلامية في جيش الفتح وكان هي مرحلة أيضا سعادته في الحصول على غناء كبيرة من السلاح الثقيل بالإضافة إلى الدعم كما تحدث الأستاذ الضيف من كندا منذ قليل بأنه كان فعلا هو عضو في غرفة الموم لكن غرفة الموم أساسا أيضا هي حالة تفرد بها الفيلق غرفة الموم لم يكن شرطا أن تدعم كامل قوام الفصيل فيلق الشام كان يتحدث في تلك الفترة عن أكثر من 10 إلى 15 ألف مقاتل في بعض الفصال كانت في الموم لكن متبنة بنسبة 60% الفيلق كان متبنة بنسبة أكثر من 150% فكان هناك فائض مالي كبير وكان هناك كما ذكرت من المعروف والذي لا يمكن تأكيده لأن هناك حالة من الغموض تلف عملية قيادة الفيلق والشخصيات الحاكمة الأساسية فيه كان هناك فائض مالي كبير ساعده أيضا بعد جيش فتح بالاستمرار ويقال في أنه في تلك الفترة كان هناك محاولة من جماعة الإخوان المسلمين للاستثمار في هذه الحالة الفريدة النادرة ورفض صاحب المشروع الحاكم يوم بعده هيثم رحمي ونذير سراس وانضم لاحقا في هذه الفترة نذير الحكيم إلى ما تسمى حكومة الضل فبالتالي الحالة الفريدة هي أن السياسيين قادوا العسكريين للمرة الأولى في الثورة السورية في كل الفترات وحتى المنتدبين إلى أستانة كأول مسار حل سياسي قائم على شخصيات سياسية من الفصائل كان هناك القرار النهائي لقائد الفصيل العسكري كل الفصائل الكبرى التي كانت فيما سبق الجبل الإسلامي السورية طب هم ماذا استفادوا؟ هم قادوا الفصيل في حقل من الألغام دوليا ومحليا محليا بتشكيل نوع من العلاقة المتوازنة ما بين جبهة النصرة التي بدأت تخرج عن غرفة عمليات جيش الفتح وتحاول فرض نفسها كلاعب أساسي ومتحكم في كل زمام الأمور والمفاصل المدنية والخدمية والعسكرية والأمنية في إدلب والجهة الأخرى فصائل المعارضة وفصائل الثورة السورية من الجيش السوري الحر ففعلا نجح الفيلق ومازال حتى هذه اللحظة ناجح في تقديم نفسه محليا على هذا الأساس الدعم الكبير الذي يتلقاه والذي زاد الآن من تركيا على نسبة الدعم المقدمة لفيلق الشام ضمن الجبهة الوطنية التحرير هي أكبر من باقي مجموعات الجبهة الوطنية التحرير وهي أكبر من باقي مجموعات الشمال الغرب سوريا فبالتالي أيضا كان هناك حقول ألغام دولية يعني المشاركة في أستانا ربما كان سيشكل نوع من الحساسية التركية ما بين فيلق الشام وتركيا لو لم يشارك الفيلق في محادثات أستانا باعتبار أن تركيا تريد الدخول على خط المسار السياسي كان هناك ضغوط من أجل هذه المشاركة أكثر ما أنها ضغوط بأن المشاركة في أستانا ستحقق لكم مكاسب عديدة داخليا ودوليا ربما سأعود إلى هذه النقطة في سياق الحديث عن الضربة أستاذ سعد ما العلاقة التي تربط هيئة تحرير الشام بالفيلق ما سر هذا السلام بين الطرفين وهذا استكمالا للنقطة التي تحدثنا به عن دوقت نعم يعني هو اشتراك بالجغرافية الموجودة الآن التي تتواجد بها هيئة تحرير الشام والمناطق التي يتواجد بها الفيلق ليس من مصلحة الطرفين أن يكون أي صدام هناك بل على العكس من ذلك لكنها استضمت مع فصائل أخرى موجودة في المنطقة يعني كان لافتا حالة عدم استضامها بالفيلق فقط أنا أعتقد للحكمة التي تميز بها الفيلق في التعامل مع هيئة تحرير الشام وأظن مع كثرة التواصل معهم في أنه ليس من مصلحة الاستدام مع الفصائل ليس من مصلحة أن توجه البندقية لأي فصيل موجود في سوريا غير النظام هل هناك مصلحة معينة تملكها الهيئة ولذلك لم تحاول أن تقوم بهذا الصدام مع الفيلق علاقات معينة تواصل معين يؤمنه الفيلق أنا أعتقد أيضا حجم الفيلق يعني هيئة أو هيئة تحرير الشام أيضا صدمت مع فصائل هي أقل منها مثلا في التسليح أصغر منها في الحجم تم الاستدامة تم يعني كما تابعنا يعني أخيرا إذا تحدثنا عن صدام الأحرار الأحرار ليس بالفصيل صغير لكن تم محاصرته في عدة مناطق تم يعني حالة من الحرب الحقيقية التي تمت بين هيئة تحرير الشام والأحرار يعني عمر حذيفة شرعي الفيلق شارك في مصالحات عديدة متعلقة بالهيئة لذلك يبدو أن هناك مصالح متبادلة بين الطرفين يعني أنا أعتقد أن مهمة الفيلق أو الأنشطة التي قام بها الفيلق هو أولا الإصلاح ما بين الفصائل المتقاتلة والمختلفة فيما بينها البين وتجنيب الفيلق أي صدام مع أي فصيل آخر يعني أنا لا أعتقد أن هناك غير هذا أنه يجب توجيه البندقية نحو النظام فقط ونحو الاحتلال الروسي ونحو الميليشيات الإيرانية ما المصلحة في أن يصطدم الفيلق مع أي فصيل سوري آخر ما المصلحة في أن تتوجه البندقية نحو أي فصيل ثوري آخر لذلك أنا أعتقد القيادة الحكيمة الموجودة في الفيلق استوعبت بعض الاستفزازات استوعبت بعض الصدامات استوعبت بعض الخلافات أيضا جنبت بالنهاية الفيلق من الاستدامة المباشرة مع تحرير الشام أو مع أي فصيل ثوري آخر يعني أنت فسرت الأمر هكذا سيد سعد أستاذ حسن هناك من يرى أن هذا التصرف من قبل الفيلق هو براغماتية أو أنها توجيهات تركية يعني المحللين يرون الأمر أو يصنفونه في أحد هذين الخيارين كيف ترى الأمر أنت؟ يعني أنا أعتقد أكيد هي براغماتية وتعاطي منطقي مع حق الألغام سوريا كانت داخلة على شيء لا عهد لها به من قبل وكان لابد من عقلية تتعاطى مع الأمور بشكل فيها والإحساس بأنك بحاجة إلى لياقة طويلية المدى من أجل الاستمرار في هذه المعركة الطويلة وبهذا الشكل أنا أعتقد هم استطاعوا أن يجنبوا أنفسهم المعارك التي لا طائلة من ورائها يعني للمعادلات الصفرية وحاولوا قدر المستطاع أن يكونوا في إطار العمل المفيد وفي التشكيلات اللي كان من شأنها أنها يكون منها فائدة هم طبعا ليسوا يعني مبرئين من كل عيب الفصائل كلها كان لها وعليها لكن في هذا الإطار هم كانوا يعني قادرين أو كانوا أكثر حكمة من غيرهم في أنه يكونوا في إطار الهدف طبعا حتى قضية التحالفات والتنسيقات أنا ذكرت في بداية الكلام وكنت يعني ما أقول أنهم كونهم موجودين كانوا في غرفة التمويل هذا مؤشر كافي أنه كان لهم علاقة جيدة مع الأطراف علما أن الأطراف هذه بعدين صارت أطراف تناحرة دولية نعم أتكلم نعم فاستمرار هذه العلاقة الإيجابية ثم المشاركة في المؤتمرات السياسية المختلفة لعب الدور السياسي عمليا أثناء التواجد بالميدان هذا أعطاهم مزية معينة وأعتقد أنها وهل شكلها إذن يعني هل بالمقابل شكلها الفيصل هو مطية للوصول السياسي السياسي لمجموعة معينة كونه يعني تشكيل كبير وله وزنه على الأرض وله داعمه الإقليميون يعني هو إلى الآن أصلا ما في أحد قادر أنه يعمل شيء سياسيا يعني خلينا نكون واقعيين طيب يعني كلمة مطية كبيرة يعني ما في شيء من ذلك عبدالله مشاركة الفيلق في مشروع المجلس العسكري ما هو مدى أهميتها؟ ما هو الدور الذي يتوقع منه أن يكون في هذا المجلس؟ مجلس العسكري الثلاثي في إطلب يعني تركيا أو عفوا فيلق الشام استثمر في علاقات جماعة الأخوان المسلمين العالمية في الحصول على تزكية لذا القيادة التركية ومسؤولين ملف السوري إن كان مسؤولين دبلوماسيين أو المسؤولين الأمنيين فعلى هذا الأساس يعني وصل وفق تدرجات وفق ما قدمه من تجارب ناجحة فيلق الشام والمسؤولين عليه من سياسيين وعسكريين وصل لمرحلة أن يكون الفصيل المعتمد رقم واحد لذا تركيا فعلى هذا الأساس فيلق الشام هو أساسي منذ تقريبا عام 2016 في كل المسارات السياسية وغرف العمليات العسكرية انتدى فيلق الشام باسم الجبهة الوطنية للتحرير التي هو أحد أعضائها الآن حج محمد حوران أيضا نعود للغموط حج محمد حوران يعرف منه هذا الاسم الحركي فقط شخصية عسكرية دائما هي مسؤولة غرف العمليات باسم الفيلق والآن باسم الجبهة الوطنية للتحرير وهو الآن حاليا عضو من ثلاثة أعضاء أبو الحسن ستمية من هيئة تحرير الشام والنقب أبو المنذر الشخصية التي برزت في الأسبوعين الماضيين وفق الخلاف القائم ضمن حركة أحرار الشام الإسلامية مندوبا عن حركة أحرار الشام الإسلامية في هذا المجلس الثلاثي الذي من المتوقع أن ينبثق عنه هيئة سياسية لإدلب وربما لاحقا جسم إدارة مدنية عبر دمج لإنقاذ بغيرها كيف تقرأ روسيا وجود هذا المجلس؟ يعني تركيا قدمت وفق اتفاقات منذ سوتي عيلول 2018 وحتى الاتفاق الأخير ووقف اطلاق النار الذي ساري الآن حاليا وعود غير حازمة وغير واضحة بطريقة تنفيذها لروسيا بتفكيك الجماعات المصنفة إرهابيا لدى الدولتين الحديث هنا عن هيئة تحرير الشام التي توسعت ضمن كل هذه المسارات التفاوضية ما بين روسيا وتركيا في سيطرتها على إدلب الجولاني تحديدا لديه قدرة على قراءة الواقع الداخلي والسياسي أفضل بكثير من الفصائل التي ضربها صراحة كان مقتنع تماما أن فيلق الشام هو فصيل معتمد من تركيا هل هو مقتنع أنه يتبع لجماعة الأخوة المسلمين التي لديها حظوة لدى الحكومة التركية ولهذا كان متصالحا معها ولهذا استثني من كل هجمات الجولاني وكان فعلا مهمته والتي استفاد منها الفيلق يعني الفيلق جولاني ضرب أكثر من عشرة فصائل ضم ما لا يقل عن عشرة آلاف مقاتل الفيلق في هذه الفترة وكان قادر على تسليحهم ودعمهم وأطعامهم ونشرهم على الجبهات وقيادتهم عسكريا وسياسيا فيعني الآن بعد ضرب حركة أحرار الشام بقية الفيلق وهيئة تحرير الشام وهو ما يتوقعه كثير من المحللين أن المرحلة القادمة هي دمج ما بين الجميع فروسيا أيضا ترى أن الفيلق هو الفصيل يا عبدالله هل ضرب الروسيا قد تكون متعلقة بهذا التشكيل بأي شكل؟ نعم يعني روسيا عندما انتقت معسكر لفيلق الشام أيضا هي مقتنعة بأنه الفصيل أكثر اعتمادا من قبل تركيا وكان لتوجيه رسالة نارية بملفات مرتبطة بإدلب نفسها خارجية بليبيا أو في أذربيجان وأرمينيا وقيم كرباغ انتقت فيلق الشام ووجهت هذه الرسالة على حساب 36 مقاتل من فيلق الشام فيعني بالأخير عسكريا كان هناك انتشار وكان هناك مشاركة وهناك سيطرة جغرافية واسعة ومتنوعة لفيلق الشام لكن لا يمكن الحديث سوى فقط في معارك جيش الفتح في غيرها لم يكن هناك مشاركة فاعلة حقيقية لفيلق الشام فعلا عودته قائدا كما كان في السابق أستاذ سعد هل تتوقع أن يستمر الفيلق ككبش فداء في الملفات المشتركة بين تركيا وروسيا أو يتعرض لضربات أخرى كالتي شاهدناها منذ يوم؟ في الحقيقة روسيا لم توفر أحدا يعني ضربت كل الفصائل هي صنفت في البداية أن هذا الفصيل إرهابي وهذا فصيل غير إرهابي حسب تصنيفاتها لكن على أرض الواقع روسيا لم تميز بين فصيل إرهابي وفصيل معتدل لم تميز أيضا ما بين مستشفى وما بين قاعدة ثورية لم تميز ما بين مستوصف أو مخبز وما بين مدرسة وما بين معسكر تدريبي لذلك رسائلها دموية دائما كل ما ينال من الثورة السورية كيف يمكن أن ترد تركيا الآن وهي الضامن في محادفات أستناء التي يشكل الفيلق جزءا منها يعني أنا لا أعتقد أنه بالدرجة الأولى على تركيا أن ترد هناك ثورة سورية الفيلق لا يمثل تركيا على أرض الواقع لكنها ضامن ومن تتخفض التصعيد هناك ضامن تركي لها نعم مؤخرا يعني روسيا كما ذكرت لك أن رسائلها دموية دائما ربما تكون قصدها بالدرجة الأولى يعني أذربيجان وأرمينيا وأيضا ما حصل لها في ليبيا من انهزام ومن ضعف لذلك أنا أعتقد بأن هناك ربما يكون دعم تركي لهذه الفصائل سواء الفيلق أو لغيره لتقوية الجبهة الثورية لتقوية هذه الفصائل ضد التحرك الروسي في مدينة إدلب وغيرها هو تصريح أردوغان الذي أشار إليه عبد الله بأن استهداف روسيا مركزا لتأهيل الجيش الوطني في إدلب مؤشر على عدم دعمها للسلام الدائم والاستقرار المنطقة وكان ذلك بعد اتصال جماعه ببوتين سيد حسان بعجالة لو سمحت كيف تتوقع مآلات الفيلق الآن هل سيكون ضمن التشكيل الذي تحدثنا عنه وهو المجلس العسكري أبولات يمكن لهذا المشروع أن يرى النور أو أن يدعم من أطراف دولية أنا أعتقد نعم الأطراف الدولية هي بحاجة لأن يكون فيه هناك على الأرض ذراع قوي منظم قادر على أن يكون في إطار الأداء المبرمج والذي له هدف سياسي في نهاية المطاف وبهذا الشكل أنا أعتقد الأمور تمشي الآن ما حصل من الاستهداف هو ضمن إطار يعني مثل ما ذكروا الإخوة توجيه رسالة روسية لتركيا باحتجاجها على ما حصل في أذربيجان وكانت تركيا خارج إطار الحل هناك ونفس الرسالة أو نفس التصريح الذي قاله رئيس أردوغان اليوم في ختامه ذكر أنه اتفق معه على أن يتحدث كل واحد منهما مع رئيس الطرف الذي يتحدث إليه وبالتالي بوتين وافق الآن رسميا أذعا إلى أن يكون تركيا ضمن الحل الأذربيجاني لكن المؤسف هو أن نكون نحن في يعني نروح فارق عملة في الحل السياسي في بلد آخر نتمنى فعلا أن يكون فيه هناك أداء أقوى وأن تكون الأرض ساحة لتوجيه الرسائل أشكرك أشكرا جزيلا حسان الهاشمي الباحث في شؤون الإسلامية كنت ضيفي عبر سكايف من كندا أشكر أيضا ضيفي في أستوديو عبدالله الموسى الكاتب والصحفي والزميل أيضا وأيضا للكاتب والباحث الأستاذ سعد الخطيب قبل الختام مشاهدين ننوه إلى أن تلفزيون سوريا تواصل مع الكثير من قادة في لقشام لكن تعذر خروج حدهم معنا في هذه الحلقة تابعونا أكثر على موقعنا سيريا.TV ونتظرون الأربعة القادمة في موضوع جديد للقاء ترجمة نانسي قنقر